السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيك عاملين ايه لو اهتم بجد المفيد فعلا من تطبيقات تشارك في القناة وفعل زر الجرس عشان وصل لك كل مجد المفيد فعلا من تطبيقات في القناة عندي ادرافك تطبيقات الحديثة اللي بتسعي لك حتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهكر النار ده ان شاء الله معشارها تطبيق جديد واسمه بوش بوش بولت اس ام اس اون بي سي اند مور التطبيق ده مساعده تلاتة ميجا وسبعة من عشرة محمل وقتر من خمسة مليون ش التطبيق ده خاص بارسال رسائل نصية من خلال الكمبيوتر بتاعك لاي موبايل انت عايز تبعط له رسائل نصية مش كده وبس كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح الرسائل اللي بتجي لك على الموبايل بتاعك او تطلع على الرسائل اللي بتجي لك سواء رسائل واتساب سواء رسائل آآ مسينجر سواء اي برنامج تواصل اجتماع عندك بيجي لك عليه رسائل بتقدر انت تفتحه بتقدر يجي لك اشعارات على اله الكمبيوتر بتاعك من خلال التطبيق ده. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت اه تربط الموبايل بالكمبيوتر بعيش ان انت اي حاجة تجي لك على الموبايل تقدر انت تشوفها على طول على الكمبيوتر. فحالة ان انت بتقعد ضوعة طويلة على الكمبيوتر ومش بتمسك الموبايل وبيجي لك اشارات كتير على بتاعك سواء بقى رسائل نصية سواء اه مكالمات فائتها سواء رسائل واتساب رسائل على الايميل اي حاجة من الحاجات دي فانت بتكون رابط الكمبيوتر بالموبايل وبيجي لك الاشعارات كلها من خلال الكمبيوتر اللي بتجي لك على الموبايل. ده كده الغرض من التطبيق وده فائدة التطبيق. مش قلت التطبيق انه بتضمن اعلانات وبيطلب منك الشراك وشراء التطبيق بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ما فيهوش لغة عربية. بالاضافة كمان فيه ناس بتشتكي من ان الرسائل الغير محدودة آآ بقت مغلقة. الرسائل غير محدودة اللي هو تقدر تبعت رسائل براحتك لاي حد دي ما بقتش شغالة علشان التطبيق بيكون آآ بيحتاج الشراك منك علشان يقدر يفعل لك الخدمة دي. بس كده اتورصة الشرح للتطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب لو اجابك شرح التطبيق اريد تدوس لك للفيديو لو اشعر التطبيق معينة لاتسيبلي في الكومنتر شفتي ميزة وابل التطبيق فهي تعديس من تحديدات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو وشكرا سلام عليكم.